أسعد الأوقات أحبتي حيثما حللتم اليوم إن شاء الله راح نتناول المحاضرة الرابعة لكتشر فور من كتاب موريس مانو وتحديدا شابتر 5 أحبائي تتأكدون أن تلفوناتكم على وضع الصامت وبالنسبة للطلبة الطلبة اللي ما تطلعوا على المحاضرة التعريفية أرجع وأذكركم بالمحاضرة التعريفية وهذا أمامكم الـ QR Code تقدرون تأخذوا له بكاميرا تلفوناتكم سكان ويحولكم للمحاضرة التعريفية اللي بيها الكثير من الأمور اللي تخص الإجراء الأفضل داخل المحاضرة الخاصة بي أرجع وأذكر على الهدوء والالتزام بالهدوء لأن الهدوء كلش مهم وبنفس الوقت أنا ما أسمح بكلام غير الكلام اللي خص المحاضرة المحاضرة السابقة إذا ما كنتم اطلعين عليها أو كنت أول مرة تطلع على محاضراتي المحاضرة السابقة موجودة على هذا الرابط اللي أمامكم QR Code يوصلكم الرابط للمحاضرة أيضا تقدر بكاميرا التليفون تجري لإسكان ويحولك للمحاضرة ضرورة تطلع على المحاضرة السابقة حتى يكون لك معرفة لأن المواد اللي ناخذها مترابطة مع بعضها ويحتاج تعرف الشيء اللي قبل هذا حتى تفهم هذا الشيء بشكل صحيح محاضرة اليوم إن شاء الله رح نتعرض إلى مقدمة وبعض التعاريف اللي تخص الانستركشن ونتكلم على الانستركشن كود والكمبيوتر ريجسترز الكمبيوتر انستركشنز الموجودة عندنا والتايمينج اند كونترول طبعا أنا إذا أتكلم عن آتلاين عن مواضيع تخص كل الشابتر 5 احنا أكيد إن شاء الله اليوم رح نغطي جزء من عندها ما رح نكمل كلها بس مجرد حتى يكون عندك صورة شنو اللي موجود بهذا الشابتر كذلك رح نتكلم عن انستركشن سايكل المموري رفرنس انستركشن انبوت اوتبوت انترابت انستركشن والكمبيوتر ديسكريبشن والدزاين بايسيك كومبيوتر والدزاين اوف اكيوميليتر لوجيك وأكيد أكيد أكيد دائما أنا أكد على موضوع نقرأ أنا أقدم لكم هذه الشروحات إن شاء الله أحاول جاهدا تكون وافية وكافية من خلال الشروحات اللي تكون في المحاضرة ومن خلال الشروحات اللي أرفحها على اليوتيوب لكن أرجع وأكد أكثر من مرة أنه انتو ضروري تطلعون على الكتاب وتقون الكتاب إن شاء الله اليوم بالكمبيوتر انستركشن راح نعرف شون الانستركشن طبعا أنا استبقت الأحداث وخليت أول سلايد الكمبيوتر انستركشن اللي راح نحتاجها بالبيسك كومبيوتر أو بالمانوس كومبيوتر هذه الانستركشن كلش مهمة خليتها بالبداية حتى أطيكم عني بأنه هذه الانستركشن راح نتعامل وياها هذه الانستركشن راح نحتاجها هذه الانستركشن هي اللي إحنا ككمبيوتر أركيتكتر هي هسا بدينا إحنا خلينا نقول ندرس شيء بطعم الكمبيوتر أركيتكتر فخليتها صراحة بالبداية طبعا الجدول الأمامكم هذا الجدول خمسة اثنين موجود أيضا بالكتاب المنهج مورس مانو فبهذا الجدول هذه موجودة كل الانستركشن اللي راح نحتاجها بس قبل لا أروح للانستركشن خليني أرجع شوية لبعض التعاريف يقول الاسمبل ديزيكنيشن is a three letter word and represents an abbreviation intended for programmers and users the hexadecimal code is equal to the equivalent hexadecimal number of the binary code used for the instruction by using the hexadecimal equivalent we reduce the 16 bits of an instruction code to four digits with each hexadecimal digit being equivalent to four وهي أنها متكونة من ثلاث أحرف كلها إذا نباوع لها كلها متكونة من ثلاث أحرف الميزة الأخرى يقول لي هنانا كإنستركشن كبايناري إذا أريد آخذها إنستركشن كقيمة عددية مثلنا بالهيكسا decimal number إذا نشوف هنانا هذا العدد F800 إذا هنانا أحبا تنتبهوا لي تنتبهوا للدوائر اللي داعي أشر عليها F800 إذا تباعون F800 هذا value بالهيكسا decimal number يقول أنا استخدمت الهيكسا decimal number الهدف من الهيكسا decimal number إنه تقلل تضغط لي القيمة العددية يعني تضغط لي التمثيل العددي للأرقام بدل ما أنا أشوف الرقم بالبايناري أربع بتات أقدر أنتقل للهيكسا decimal الأربع بتات أمثلها بدجت واحد وأرجع وأأكد مثل ما أعكدت مسبقا أأكد أنه بالبايناري number نسميه كل مرتبة رقمية نسميها bit وقلت البت هي portman 2 هي مختصة لكلمتين اشتقينها من بايناري دجت فأخذنا بداية البايناري باي وأخذنا نهاية الديجت فصار لدينا شيء اسم بت أما إذا كنت أتعامل ويا octal ويا decimal number هيكسا decimal number فراح أسمي المرتبة الرقمية بالديجت والديجت معناها بالنسبة للديجت معناها الديجت معناها مرتبة عشرية أوكي الديجت جاية من مصطلح decimal digit أوكي طيب بعبارة أخرى وفرنا جاية أحسنتم أنتوا تذكرون إحنا ذكرنا أنه الانستراكشن كود عدد بتاتة 16 بت فلما أنتقل أمثل بالهكسا ديسيمال راح يكون كل أربع بتات بالبايناري هي ديجت بالهكسا ديسيمال فأقسم 16 على 4 راح يكون عندي النتيجة أربع ديجت بالهكسا ديسيمال فإذا تشوفون هنا كل الديجت من ذول الصفر XXX ينتهون لل 6XXX وال 8XXX إلى XXXX تشوفون عندي رقم اللي هو من بال I لما 0 لل 6 ولما I يسعى 1 من 8 لل E وتشوفون ويا 3X هذه كل X معناه متغير ياخذ قيمة من 0 لل F واضح هنا نجي بهذا الحق اللي بالأسفل هذا الجزء نشوف أنه كل الأرقام موجودة ما عندنا أرقام يعني أخرى محددة الأرقام من 7800 إلى 7001 وهس نشوف هذه الأرقام من أين إجتنا وبآخر حق اللي نشوف من F800 إلى F40 فإذا كل هالأرقام صارت بال hexadecimal code كل هاذا تشترك هذه القيم العددية بصفة واحدة وهي متكونة من أربع مراتب hexadecimal أو أربع مراتب بالعربية نسميها أربع مراتب ستة عشرية طيب خلينا ناخذ هذا الجزء أول الجزء اللي نشوف هذا الجزء هذا الجزء تقسم عندنا ب operations هذه الoperations اللي هي ant memory word to accumulate accumulator يعني إذا إذا إجدتك هذه كود تعرف إذا يجيك مثلا بالامتحان بالاختبار بالموضوع كله يعني اللي ندرسه من تشوف هذه الكلمة بهذه التشاكتر الآن الآن معنا ممكن أنطيك يعني يكون عندك مثلا memory أنطيك تمثيل لمموري أقول لك هاي محتويات memory ورجسترات أخرى من ضمنها accumulator وأقول لك شنو التحديث اللي يصير بعد أن تجري تنفيذ لهذه العملية فالآن دهنانة راح تكون هي عملية adding بين محتويات memory word ويا accumulator وأرجع وأذكر بما أنه أستخدم المموري دائما أعرف أنه المموري أدريس المموري اللي أوصل له أنه هو أدريس أرجع وأقول بالمموري عندنا شغلات ضرورية نعرفها لما نتعامل ويا المموري لازم أعرف العملية هي read أو write هذه أول مسألة المسألة الثانية لازم أعرف أنه المموري أريد أصل للoperant direct أو indirect direct أنه يكون الoperant هو يشير للoperant أما إذا كان indirect فأنه الoperant الخاص بي لازم أروح لمرتيا للميموري نسمي to reference memory وهذه أحتاج أنه الoperant يكون address of address يعني أول address اللي يكون بالإنستركشن يوديني على address بهذا الادرس راح أروح ألقى الoperant الحقيقي يعني مرتيا أروح وصل للميموري والمسألة الأخرى أنه اللي أذكرها أنه أنا دائما بالميموري العمليات أرجع وأقول أما read أو write يكون عندي الادرس دائما الخاص بالميموري محفوظ بالادرس ريجستر الادرس ريجستر هو اللي أشر على عناوين الميموري والمسألة المهمة هل أنا عندي read أو هل عندي آني رايت هسا أول إنستراكشن هذا من إنستراكشن آ zoals موري سمانو هو الـ الاند يجري لي عملية آند محتويات الميموري وهي الأكيومولات ويخلي لي المحتويات بالأكيومولات البعد هالعملية آه عملية الآد ويجري لي عملية آد للمحتويات الميموري وهي الأكيومولات العملية الثالثة راح ي Load Memory Word to Accumulator هذي العملية أشبه بعملية Read from Memory يعني يقرأ محتويات الميموري ويوديها للأكيوميليتر العملية اللي بعدها Store Content of Accumulator in Memory هذي العملية أشبه بال Write to Memory وهذه تاخذ المحتويات الموجودة بالأكيوميليتر وتخليها بالميموري والbranch unconditional هذه شرحناها بالمحاضرة السابقة كيف انه احيانا من انفذ البرنامج اوصل لانستركشن بهذا الانستركشن راح اشوفه branch unconditional معناه اقفز لادرس اخر والBSA branch and save return address معناها اقفز واحفظ عنوان الرجوع احيانا احتاج ذكرنا بالمحاضرة احيانا احتاج ممكن هذا المسألة اشبه بالبرمجة اللي ماخذين السابروتين بلغات البرمجة assembly او اشبه بالفنكشن ببرنامج باللغات البرمجة العالية الهاي لفل نانجوج مثل السي بلاس بلاس في جوال بايسيك وما شابه هذي ادنفت شي اسمه فنكشن احيانا انا ادنفذ في الموضوع جزء من عنده احتاج فنكشن اروح المكان ثاني انفذ الفنكشن وارجع اكمل البرنامج فهذا هو واخر انستركشن نشوفه انكريمنت اند سكيب اف زيرو ومسألة مهمة ده تشوفون انه ان الاند كل هذي الانستركشن لها عموديا عمود مرة لمن اي يساوي زيرو ومرة لمن اي يساوي واحد فهذا معناه انه الانستركشن الى شكليا مرة الانستركشن يكون عندي يكون عندي الاندينج اندايركت ومرة يكون عندي اللي هو لمن يكون اي اكوال وان ومرة يكون دايركت لمن اي يساوي زيرو فكل الانستركشن هذي مرة الها تمثيل بالدايركت يعني انا اشتغل ويا الاكيوميليتر مثلا بس شنو العنوان الاوبراند موجود بنفس الانستركشن اوكي العنوان الموجود بالانستركشن بالادرس ريجستر هذا كله هو عنوان الاوبراند مرة لا لمن يكون الاي واحد لا معناه العنوان الموجود بالانستركشن اللي هو ال 12 بت اللي قلنا اول 12 بت بالانستركشن ريجستر اللи هي من 0 بت 0 بت 11 هذي وين تروح؟ تروح للادرس ريجستر بالdirect قبل هذي اللي تروح للإدريس تأشر للأوبراند بالإن دايركت لا هذي تأشر عنوان لعنوان الأوبراند يعني تأشر تروح لهذا الموقع بعدين تأخذ أيضا من عند الموقع الثاني الموقع الثاني راح يأشر للأوبراند واضح وهذا ذكرنا في المحاضرة السابقة إذا ما ذكرتو أو عدتكم مشكلة بي أرجعوا للمحاضرة السابقة راح تلقوا مشروح بشكل من التفصيل اللي يكفيك فهم الموضوع يكفيك طبعا ما راح يكون عندك أي غموض بي الانستركشن اللي بعدها اللي هي تشوفوها بهذا المربع تبدي بالCLA Clear Accumulator Clear E-Flag Complement Accumulator وتشوفون أرجعوا أقول هذي إلها Hexa Decimal Code ليش طبعا لأن إحنا نرجع ونقول إنه الحاسبة تتعامل Zero One Zero One فأني ما عندي بالحقيقة الحاسبة ما تعرف هذي الثلاث رموز هذي الثلاث رموز إنه للتسهيل هذي الرموز إنه لما نبرمج بلغة Low Level Language يعني عفوا لغة Assembly Language لما نريد إحنا نعرف عندنا لغات البرمجة High Level Language أمثال C++ Visual Basic Python JavaScript وغيرها من لغات كثيرة يعني لا عدد لها ومرة لأ نبرمج بلغات اللي هي Assembly Language اللي هي هذي لغات Micro Processors هاي اللغات اللي أكثر شي يكون وياها تكون familiar بالنسبة للمهندسين اللي يشتغلون منظومات سيطرة يكون هو يعرف مثل Micro Processors 8086 أو Micro Controller 8088 أو غيرها من Micro Processors أو Micro Controller فيكون هو متقن كل لغة البرمجة فهو بالحقيقة يكون متقن هذه الكودات اللي اللي تكون من الثلاث رموز أو أكثر أحيانا أكو بعضها تكون أكثر مثل الموف الغيرها تكون أكثر من الثلاث رموز لكن نحن هنا فيما يخص هذه المادة مورس مانو مقتصرة الكودات الموجودة بي على ثلاث رموز هذه طبعا الحقل هذا مثل ما نشوفون عندنا 12 operation أوكي دولة 12 operation دولة يسموهم register والسراع نشوف بعدهم المربع الأخير اللي تشوفوه هذا وياه هذه يسموها ال input output إعازات ال input output طبعا هنا تشوفون هذه أنا كبرت هالصورة إذا أرجع لإعازات ال register reference اللي هي clear accumulator clear e flag complement accumulator complement e flag circulate right accumulator and circular left accumulator and e بالcircular right وبالcircular left قلت لكم أعزائي الطلاب راح أقبل حليا بس لازم توضح لي بعض الطلاب يخلي register e flag يمين register accumulator وبعض يخلي يسار قلت لكم بالcircular left وبالcircular right راح أعتمد أنت شنو اللي توضح لي بالورقة وأقبل الحل اللي قلت لكم أكو بعض المصادر تخلي e flag مرة تخلي يسار register مرة تخلي يمين register ما عندي مشكلة أنا يهمني أنت شلون فاهمة ولين أرجع وأقول هي تعتمد على طريقة designer وطريقة المعتمدة بصناعة هذا المايكرو بروسسور ممكن أكو مايكرو بروسسور يعتمد e flag هو يعتبر most significant bit أكو لا يعتبر e flag هو least significant bit فما يهمني أنا تخلي تحلى بطريقة أنه e flag most أو least اللي يهمني من تجي تشتغل على الورقة وتكتب وتخلي e flag وتخلي accumulator وتخلي data قبل execution وبعد execution تهمني وين تخلي لي accumulator ويا accumulator ويا e flag خليت لي accumulator يمين e flag بعبارة أخرى e flag صار يسار accumulator وقلت لك circulate lift معنا most significant bit راح يروح لل e flag وال e flag يجي يدخل لل list significant bit من accumulator خليت لي e flag بيمين accumulator وقلت لك اشتغل circulate lift يعني نفس المطلب حتى تعرف الفرق بين العمليتين شو راح يصير عندك بالcirculate lift راح يكون عندك e flag يعبر على least significant bit الخاص بال accumulator يرجع يدخل وين بال e flag واضحة هذه العملية ببساطة اذا قلبنا اذا اخذنا circular right نفس العملية اخذها مرة بال e flag على يسار مرة بال e flag على يمين العملية واضحة بالشرح مجرد هذا كلام اللي ذكرته استبتع الورقة والطبقة راح تفهم واني شرحت بالمحاضرة ووضحت فارجع اقول بالcirculate right والcirculate left فيما يخص accumulator وال e flag يعتمد انت شلون تخليهم وشلون تفرضهم فممكن انت وزميلك تطلعون بالامتحان طالعين بنتيجتين ما عندي مشكلة بيها بس انت شلون فرضة اثنين ممكن يكون صح على حسب انت شلون فرضة بالورقة شلون مخلي لي كرجسترات وك ما رح اقيد طريقة تفكيرك واقول لك لا اعتمد لهالطريقة او هالطريقة لا انا اريد اشوف التفاهم لو ما فاهم بقى شغلة مهمة تخليها ببالك ممكن مرات باسئلتنا انه انا حل السؤال الاول مثلا اجيب لك سؤال عدة فروع او اجيب لك عدة اسئلة سؤال يعتمد على سؤال من تمشي على نسق واحد واقول لك شي ما اعتمد على شي كون انت تستمر على هذه فرضيتك واضح يعني هذا الشي اذا ترجعون للهومورك الخاص بالمايكرو اوبريشن قلت لكم مثلا مرة اشتغلولي قطيتكم ريجسترات قلت لكم اشتغلولي مرة على انه عملية تعتمد على عملية خمس عمليات او اكثر كان وحدة بعد اللاخ ومرة قلت لكم لا اشتغلولي كأنه العمليات كل عملية تنفيذ مستقل عن سابقي هذه المسألة كلش كلش مهمة احباي تنتبهون عليها واضح هي هذي اللي يتحدد فهمك للموضوع وتركيزك طيب واخر اللي مثل ما تشوفوها هي الانسترات انبوت اوتبوت الانبوت هذا مثل ما نشوفه انبوت كاريكتر تو اكيوميليتر اوتبوت كاريكتر فروم اكيوميليتر يعني دخلي كاريكتر وقلت لكم الكاريكتر هي عبارة عن رموز بالاسكي كود الامريكان ستاندرس كود فور انترناشنال انترن تشينج خلوا هذي الكيو بورد اللي يشوفها امامك كل كي كل ضغطة من عدها تتمثل بيسموها كاريكتر هي وكل ضغطة هذي هي عبارة عن سبع بتات طبعا نضاف لها بت اخر اللي هو بت فيكونون الثمان بتات فهذه الثمان بتات احنا من نقول كاريكتر معناها هي ثمان بتات يعني بايت بس كاريكتر معناه اما حرف انجليزي او رمز من الرموز اللي نشوفهم على الكيبورد كأن تكون الساين دولار علامة الدولار كأن تكون الهاش باوند علامة المربع الهاش كأن تكون الآت ساين علامة الآت اللي نستخدمها بالإيميل وغيرها من العلامات وارجع واغول ثمان بتات ومن اقول ثمان بتات راح تقول طيب استاذ هي ثمان بتات وان الاكيوميلايتر ستعش هاي الثمان بتات وين راح اخليها بالبداية بالنهاية بالوسط ببتات معين راح اقول لك من اتعامل ثمان بتات ويا يعني يعازات الان امبوت والاوتبوت الاتخال والاخرات راح اقول لك راح تستخدم ال ال اللي هي بالليست وليس اللي بالموست واضح اأكد يا ثمان بتات نستخدمها بما انه احنا البص الكمان بص 16 بت الاكيوميليتر 16 مثلا الان ستركشن ريجستر 16 طيب انا اذا جبت من الامبوت الامبوت يتعامل ويا ثمان بتات هاي الثمان بتات وين راح تكون موقع الموست موقع الليست لو بالوسط راح اقول لك الثمان بتات اللي تجيب ها من الامبوت راح تكون هي من الليست اوكي يعني تقعد برجستر مثل الانستركشن ريجستر من البت 0 للبت 7 تقعد برجستر الاكيوميليتر من البت 0 للبت 7 وبالكمان بس راح تكون من الموقع 0 للموقع 7 مو من الموقع 8 للموقع مثلا 15 واضح ان شاء الله واضح طيب الانستركشن الانستركشن لتوجه اخье اخوص اخذ 16 بد الانستركشن code part of the anستركشن contains 3 بط و مستخدم الانستركشن بط بط بد الانستركشن الانستركشن قد موقع اقول الانستركشن فورمات عدنا احنا ثري انستركشن كود فورمات هسه راح نشوفها طبعا اللي هي الميموري رفرانس انستركشن والرجستر اللي هو الام ار اي والرجستر رفرانس انستركشن ار ار اي نختصره والايو رفرانس انستركشن اوكي ذولة الثلاثة ذولة منه يحددهم احسنتم يحددهم ال اوب كود اوب كود من كم بت يتكون يتكون من ثلاث بتات مكانه وين بالانستركشن كود مكانه من البت تول الى البت فورتين خلي نشوفها الكلام هذا لاحظوا هذا الانستركشن رجستر من زيرو بت المن للففتين بت من الزيرو للارفن بت زيرو الى بت الافين ذولة ما علينا بيهم اول من باوع من بت 12 الى بت 14 من تريد تجي تشتغل تريد تشتق فت انستركشن تريد تعرف هذا الانستركشن شنو حتى تنفذها اول ما تروح للانستركشن من بت 12 الى بت 14 كم بتعدك احسنتم 3 بتات بت 12 بت 13 بت 14 ذولة بما انه هما 3 بتات باللوجيك الى 3 بتات كم احتمالية تطين راح تقول 2 والس ثلاثة ثمانية اول احتمالية بمن ابدي ابدي بالصفر صفر صفر اللي هي الصفر واخر حالة محتملة شنو هي حالة الوان وان وان السفن فصفر صفر صفر واحد صفر 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 واحد صفر صفر اه عفوا واحد واحد صفر 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 واحد اه واحد صفر واحد وصفر واحد واحد وواحد واحد اللي هي السبعة اخر شي وطبعاً أنا قرأت الأرقام من الليسسيغنيفكنتبت للموسسيغنيفكنتبت. هسا الأوب كود أول حالة لما يكون عندي من الصفر صفر ثرو زيرو وان وان يعني ده يقول لك الأوب كود من الزيرو زيرو للزيرو وان وان وده أقرأ من الليست للموسس مده أقرأ من الموسس للليست يعني من الصفر للستة إذا تروح وتشوف الأوب كود هو ضمن هذا العدد من الصفر للستة راح أول جواب يتولد قدك هذا الانستركشن هو ميموري رفرانس انستركشن من راح تقول ميموري رفرانس انستركشن كون أنت منطبع بذاكرتك إعازات الميموري رفرانس انستركشن هذي إعازات الميموري رفرانس انستركشن واضح أحباي اللي هي الآن دل آد اللود فروم ميموري ستور تو ميموري برانش ان كوندششنال برانش ان سيف رترن ادريس وانكريمنت اند سكيب اف زيرو واضح هاي منين استنتجتها انت مجرد ما رحت للبت تولف الى البت فورتين شفت عدك ثلاث بتات شفت القيمة ما بين زيرو 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 وزيرو وان وان يعني ما بين صفر وستة طيب بس لحد الآن انت ما تقدر تحل سؤالك ليش لأن بما انه هذا ميموري رفرانس راح تسأل نفسك سؤال آخر طيب هذا ميموري يعني معناه انستركشن اتعامل الميموري وهي الاكيوميليتر احتاج معلومة بعد حتى انا اقدر اشتغل واحل السؤال شنو المعلومة بما انه هو ميموري راح اسأل نفسي سؤال هذا الادرس دايركت لو ان دايركت هاذي كلش كلش مهمة طيب منه راح يجاوبني هذا دايركت او ان دايركت اعني اجيت للأوب كود اخذت من بت 12 الى بت 15 الكود وشفت لقيتها ما بين القيمة زيرو 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 وزيرو وان وان يعني ما بين الصفر والستة بس اجيت بنفسي وعرفت قلت اوكي الانستركشن الموجودة عندي and add load to accumulator store from accumulator to memory branch unconditional increment and skip if zero عرفت هاي الانستركشن حددته هواي معلومات حلوة لكن ما عرفت دايركت لو ان دايركت منه راح يجاوبني على هالسؤال راح يجاوبني البت 15 الاي بت وهذا الاي بت اذا كنت قاني بالميموري ريفرانس انستركشن بالميموري ريفرانس انستركشن فالاي بت يسموه المود بت لان هو راح يكون المود اما دايركت او ان دايركت فاذا كان زيرو فاحنا قلنا دايركت وقلنا ليش زيرو دايركت لان زيرو تشبه حرف دي وإذا كان i واحد فراح نقول indirect mode وقلنا ليش الواحد يمثل ال indirect لأن الواحد شكل ال i فحطينا فتخلينا فإنديكيشن فإن مؤشر يؤشر لل direct وال indirect طيب إذن هسا عندي ال opcode أول opcode عندي 00 اللي هي ال instruction محتويات ال accumulator أسوي لهم ويا الميموري يعني ويا الميموري بالموقع المؤشر إلى بالaddress register وهنا أرجع وأقول قد يكون direct أو indirect يحدد ال i bit وبعض الطلاب في المحاضرة قالوا هذه هي عبارة عن علامة الأس صحيح هي علامة الأس استخدمتها آني لأن الكيبورد طبعا تعرفون من أحيانا المحاضرة تحتاج هو يروس رموز وهو يتاخذ وقت فهذه بالحقيقة هي مو علامة الكارة معناها الأس لا علامة وكأنما ثمانية هذه بالعربي توصل للنهاية بس لأن الكيبورد لدي مي يعني أحيانا صعب هذه الرموز فهذه معناها الانت أوكي طيب العملية اللي بعدها هي عملية الaddition وقدت لكم أخذنا بالشابتر السابق الـ plus sign إذا تكون يمين المايكرو معناها addition أوكي بس إذا أخليها باليسار معناها or هذه خليوها ببالكم فيعني أنا إذا أخلي باليمين هذه مو or الor راح تكون علامة السبعة أوكي سبعة بالعربي عكس هذه العلامة هذه المسألة تنتبهوا لها طيب ولما نكون طبعا أنا بما أنه عندي هنا ثلاث بتات بديت بالزيرو زيرو بديت وبعدها بال one zero zero وبعدها zero one و zero اللي هي load الميموري address register للأكيوميليتر ورح أستمر بالstore والبرانش ان كونديشنال والبرانش ان سيف ريترن ادرس وآخر شي من آخر انستراكشن من انستراكشن الميموري اللي هو الانكريمنت اند سكيب اف zero واضح راح أشوفهم أحسبهم عندي سبع انستراكشن بالميموري طيب هسش عندي آني بقى اش قلت لكم آني هس حددت بما من الوب كود من الثلاث بتات من الصفر صفر صفر للصفر واحد واحد حددت يا انستراكشن يا انستراكشن كود فورمات هل هو ميموري رفرانس لو هو رجستر رفرانس لو هو انبوت اوتبوت رفرانس انستراكشن فمن الصفر للستة هما ميموري رفرانس انستراكشن طيب بس اش قلت لكم بما انه ميموري دائما الميموري وراء ما نقول ميموري نقول دايركت لو اندايركت من يحدد دايركت لو اندايركت راح يحدد الآيبت فهسه صار عندي الآيبت شوفوني انا مقشر على الآيبت الآيبت مرة يكون زيرو فمعناها دايركت ومرة يكون وشنو معنى دايركت معناها انه ال الاثنعش بت من الانستراكشن رجستر اول اثنعش بت اللي هما بت زيرو الابت الفن ذول ادريس لل اوبراند واضح واضح يكون عندي الآيبت واحد معناها ان دايركت وبهذه الحالة شي صير عندي يصير عندي الابت وين ألقى ادريس اوف ادريس يعني اول اثنعش بت دولة اروح اوصل للميموري اطلع من عندهم قيمة هاي القيمة ارجع اغذيها بالادريس ريجستر واروح للميموري مرة ثانية يعني صار عندي وصوليا تو معناها مرتيا اروح للميموري بالمرة الثانية من اروح للعنوان المؤشر اليه بقيمة الادريس بالقيمة الموجودة بالرجستر الادريس ريجستر هذه القيمة الموجودة بالميموري المؤشر اليها بالعنوان المحفوظ بالادريس ريجستر هاي القيمة هي راح تكون الابراند اللي اتعامل وياه واضح ان شاء الله واضح هسه بناءا على هالكلام شوية اريد افصل اكثر بعد راح تكون عندي الادرس مرة 0000 معناها مرة انا اوب كود من نصفر للستة ذول الالتلاثة بتعدد شوفوهم 000 00 01 01 هالمرة راح اخلي وياهم الايبت فاول حالة راح اخذه 0 فش راح يكون عندي هذا كلها 0 فش راح اصير عندي القيمة من 0 الى 6 وراح تتكون عندي الانستركشن راح يكون شكل الانستركشن بهذا الشكل واضح واضح المرة الثانية لا راح اخذ الايبت واحد فش راح يكون عندي الانستركشن محصور بيا قيمة محصور بين القيمة ثمانية وبين القيمة اي بالهكسا ديسيمال ثمانية واي خلي نشوف راح تكون عندي هاي اول قيمة اللي هي ثمانية هذه القيمة الثانية تسعة اي بالهكسا بي سي دي واخر قيمة هي الاي اللي هي وزيرو من الليست وان 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 طيب طيب هس احنا قبل شوية شنو كان الاساس اللي نعتمد عليه شنو الاساس اللي اعتمدنا عليه احبائي اعتمدنا على اساس الوب كود هذا الوب كود رحنا للانستراكشن ريجستر الكونترول يونت راحت للانستراكشن ريجستر جابت البيانات من بت زيرو الى بت 15 بس اول ما باوعنا باوعنا من بت 12 ال بت 14 هسه شفنا محصور العدد من صفر 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 الى صفر واحد واحد قلنا هذا ميموري وحشينا كل اللي حشيناه قبل شوية اوكي هذا كل اللي دا تشوفوا ضيب هسه شبقى عندي من الوب كود انا هم تلث بتات تلث بتات معناها اش قد اثنين اوثثلاثة ثمانية بدينا بس صفر صفر بعدها واحد صفر صفر بعدها صفر واحد صفر بعدها واحد واحد صفر 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 واحد وواحد صفر واحد اللي هي الخمسة وصفر واحد واحد اللي هي الستة اه شنو اللي بقى عندي احسنتم بقى عندي حالة الواحد واحد واحد اللي هي اخر حالة فبهذه الحالة بالواحد واحد واحد راح اقول راح اكون انستركشنين جديدات اقول اذا كان عندي الأوب كود واحد واحد والآي بت زيرو فهذا راح أسميه رجستر رف رنس انستركشن شاسميه رجستر رفرنس انستركشن آر آر آي إذن شنو اللي عندي يلاحظوا هاي من بت 12 هذا بت 12 بت 13 بت 14 ثلاث بتات باعوهم ذول ثلاثتهم واحدات والآي بت هذا بت 15 زيرو فهذه القيمة طبعا اش قد هاي قيمته قيمته بالهكسا دي سمال سبعة فهذا رجستر رفرنس انستركشن من أقول رجستر رفرنس انستركشن معناه كون السلايد الثالث أحبائي السلايد الثالث هذا تلاحظوا السلايد الثالث عفوا للسلايد الخامس وليس الثالث هذا السلايد الخامس كون انت وين تجي تفكر تفكر بالانستراكشن هذه الانستراكشن لاحظوا هذه الانستراكشن الريجستر رفرنس لان اول انستراكشن تخص الميموري رفرنس اللي بعدها هذا الريجستر وهذا طبعا الآية فانت من تشوف الوب كود واحد 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 وتشوف الآية بتزيره فبالهكسا ديسيميل هاي قيمتها سبعة راح تقول هذه رجستر رفرنس وهذا السبب ليش شوفوا رجستر رفرنس بيش بادية تبدو كلها بسبعة سبعة وثمانمية سبعة واربعمية وسبعة وميتين وسبعة ومية وهسا راح نشوف ليش هذي صارت سبعة ومية وسبعة وميتين وهالسؤال في كلها هسا راح نشوفها باشتقاق الريجستر باشتقاق الانستراكشن خلينا نرجع لسلايدنا اللي شننا به أما إذا كان الآيبت واحد فراح أقول أمبت آوتبت رفرنس انستركشن باعوا لي راح يكون عندي الأوب كود والآيبت اللي هو بيت ففتين واحد فذولش قد قيمتهم المكافئة بالهكسا دي سيمال فهنا نشأقول إذا بيت ففتين بس هنا بهاي الحالة ما راح أسميه مود بيت فقط راح أسميه الآيبت خلوها ببالكم لأنني ذكرت من السعب الميموري رفرنس متى أسميه الآيبت مود بيت أسميه فقط لما نتعامل ويا الميموري لأنني بالميموري عندي تو مودس أو أكسس تو موموري أما دايركت مود أو اندايركت مود طيب ومني يكون عندي F هنا مني يكون عندي F الانستركشن باديلي بF أروح أرجع للسلايد خمسة وأذكر شنش عندي بسلايد 5 وين ها الانستركشن الخاصة بالآيو هذه الانستركشن الخاصة بالآيو هذه الانستركشن اللي هي بهذا المربع وشوفوها كلها تبدي بF كلها تبدي بF أوكي لاحظوا الميموري رغم ما أنه تستخدم بالدايركت بالإن دايركت تستخدم البت الأخير بس ما عندي F لاحظوا لي أكو بالميموري F ما عندي F أوكي إذن الانستركشن الخاص بك حتى تحفظه مختصر أول ما يجيك الانستركشن شوفه كهكسا ديسمال يبدي بF إذا بدأ بF معناه هذا إذا بدأ ب7 معناه هو ريجستر ريفرانس انستركشن إذا بدأ بأرقام غير الF وغير السبعة معناه هو ميموري قد يكون دايركت أو ان دايركت وهذا الانديكيشن هذا المؤشر كلش مهم حتى أنت تعرف الانستركشن مالتك وشنو الريجسترات اللي راح تشتغل عليها واضح خلينا نرجع ل نرجع لسلايد ثمانية أوكي ثمانية بعد سلايد تسعة أوكي هسا راح أبدي أول ما أشتغل على الريجستر كيف أشتغ الريجستر ريفرانس انستركشن راح يجيني الريجستر ريفرانس انستركشن راح يجيني بهالشكل أنا أعرف أنه الانستركشن اللي يجيني قد يجيني بشكله الهكسا ديسيمال أو قد يجيني بالبايناري بالعادة راح يجي في الهكسا ديسيمال لأن بالهكسا ديسيمال يكون عندنا الأرقام يكون عندنا الأرقام الفاليوز مختصرة كومباكت قليلة فراح أجي أول ما تجي تشتغل عزيزي تخلي ريجستر الانستركشن ريجستر تخليه شوية تكبره وتخلي تفرش الداتا إذا كانت بالهكسا ديسيمال تحولها للبايناري حتى تعرف تشتقه تقسمها من بت 0 إلى بت 11 والتقسيم اللي بعدها من بت 12 إلى بت 14 وآخر بت يبقى بت 15 اللي هو الآي بت وتجي تخلي البتات الموجودة عندك ومن أدها تشتق الأدرس إحنا هسا هنا راح نشتق الانستركشن راح نعرف الانستركشن راح أول ما أجي أشتغل بالانستركشن ريجستر بالرجستر ريفرنس انستركشن باعوا لي بالرجستر قلنا الأوب كود يكون 3 بتات باعوا الأوب كود 3 والآيبت 0 فذولا بالهكساج قد 7 وراح يبدون منيا يبدون من القيمة 800 وينتهون هاي البداية قيمة 800 وينتهون بالقيمة 1 فالانستركشن الرجستر ريفرنس انستركشن عندك هي تبدي بال7800 وتنتهي بال7000 يعني من يجي للانستركشن ريجستر قيمة ما بين هذي القيمتين أو من ضمنهم هذي القيمتين راح الكونترول يونت الموجودة بالبيسك كومبيوتر اللي قدمه مورس مانو راح يقول هذي آني عندي عملية عندي انستركشن يخص الرجستر ريفرنس يعني العملية راح تصير كل العمليات راح تصير أما على الاكيوميليتر أو على ما راح تكون عندي مستحيل راح تكون عملية تطلب الوصول للميموري واضح واضح خلينا هسه نجي نشوف دولة كيف مورس مانو قدر يوزع يحصل 12 عملية اجه مورس مانو فتح الرجستر ريفرنس فتح الانستركشن ريجستر على عدد البتات لاحظوا أنا عندي ذولة أربع بتات بالأسود وأربع بتات بالأحمر وأربع بتات بالأسود وأربع بتات بالأحمر خليتهم بهاي الألوان حتى تميزون كل أربعة على حدة اجه مورس مانو قال قال أول أربع بتات يعني أول هكسا ديسيمال ديجيت هذا ما علي يا بي هذا سبعة معناه ريجستر كل الريجستر ريفرنس تبدي بالسبعة هذا كودي ميزة اجه بعده للبت اللي بعده باعقولي أريدكم رقم الواحد تشوفوا اللي رقم الواحد وشنو الخلفية والخلفية الصفرة اللي يكون بخلفية صفرة هذا لاحظوا اجه مورس مانو قال أقدر أسوي أول 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 من الرجستر هو هذا أخذ هذا العدد واحد أوكي فمنحوله للهكسا ديسيمال طلع سبعة وهذه ثمانية وهذه منها صفر وهذه منها صفر لأن كل أربع بتات بالبايناري تحقها باللي ديجيت بالهكسا ديسيمال وقال هذا أول واسمه كلير أكيوميليتر وباعولي باعولي 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 شي اسمه الانستراكشن كلير أكيوميليتر يعني الشغل ما لي وين على الأكيوميليتر رجستر أوكي الانستراكشن البعد شوى مورس مانو قال أوكي الواحد أخلي إذا كان الواحد وكأنه ما صار عندي شفت رايت فقط شفت رايت الذولة خلوا ببالكم شفت رايت الذولة ما عشبت للأدريس رجستر فلاحظوا هذا الواحد الواحد شفت مرتبة هناك كان بالمرتبة الرابعة بالنسبة لهذا الديجيت هسه صار بالمرتبة الثالثة فاشصار عندي الرقم بالهكسا ديسيمال سبع تالاف واربعمية هذا قال شنو كلير إيفلاق لاحظوا شنو كلير إيفلاق إذن أو السبع تالاف وثمانمية كلير أكيوميليتر سبع تالاف واربعمية كلير إيفلاق خلي نشوف اللي بعده اللي بعده شصار عندي شفت مرتبة لليمين شصار قبل شوية كان هنانا الواحد هسه صار هنا شقص صار هذا شكل العدد سبع تالاف وميتين بالهكسا ديسيمال قال شنو هذي العملية كومبليمنت أكيوميليتر أوكي العملية قبلها كان أول وحدة كلير أكيوميليتر بعدها كلير إيفلاق هسه كومبليمنت أكيوميليتر طيب العملية اللي بعدها شفت الواحد لاحظوا الواحد زحف مرتبة من اليسار لليمين اللي هنا شقص صار بالهكسا ديسيمال هذي القيمة سبع تالاف ومية هذي شصار شسمه لاحظوا هنا سي أم أي كومبليمنت أكيوميليتر هنانا سي أم إيف كومبليمنت إيفلاق دا تشوفون علي من دا يشتغل بالحقيقة دا يشتغل على ريجستر الأكيوميليتر وفلاق الإي طيب اللي بعدها شقال شفت مرتبة قبل شوية كان هنا سبعة آلاف ومية هسه هذي صار هذي صفر هذي شقد هذي من أجي أخذها تعرفون أخذناها شرحتها مسبقا في محاضرات سابقة كيف نحول من باينير الهكسا ديسيمال وبالعكس هذي شقد العدد بالهكسا ديسيمال هذي أول مرتبة سبعة وهذي صفر وهذي ثمانية وهذي صفر من أقراب الهكسا ديسيمال سبعة آلاف وثمانين شقال سيركولايت رايت أكيوميليتر عند إيفلاق الإيفلاق والإكيوميليتر سوي لهم سيركولايتر سيركولايتر وأرجع وأذكركم شنو أنت تخلي من تشتغل سيركولا رايت وسيركولا ليفت أكيوميليتر وإيفلاق وين تخلي الإيفلاق تخلي ليه بأي جهة أقبل طبعا أرجع وأقول إذا ما حددتكم بصيغة أو إذا ما جبت بالأسئلة إذا جبت بالأسئلة الإيفلاق والأكيوميليتر بوضعية معينة لازم تلتزم بها هذا منتهين من عدة مو تجي بعدين وتجي بعد الامتحان وتطلع أنت ما مجاوب مجاوب يعني بطريقة مغايرة وتقول لي أنا جاوبت حسب فرضيتي أقول لك مدعي للفرضية إذا أنا إمطيتك سؤال واضح مدعي تفرض من عندك الفرضية لما يكون عندي مجال للفرضية خليها قاعدة دائما استخدمها أستخدم الفرضية لما عندي نقص بالمعلومات ولما يكون عندي مجال للفرضية أما إذا كانت الأسئلة واضحة وما تقبل الفرضية فهذا الشيء منتهين منها وأرجع وأذكركم ذكرتها في محاضرة تعريفية وذكرتها سابقا وقلت لكم امتحاناتي الشهرية الكوزات أي امتحان النهائية النصفية كلها ما لك حق تسأل المراقب الموجود بالقاعة واضح أذكركم مرة أخرى حتى ورح أبقى أذكركم بها ما إلك حق ولا إلك حق تقول الريد توضيح لأن أنا أرجع وأقول لكم كل شيء مواضحة بالمحاضرات يعتمد على قراءتك أنت ما قاري هذه شيء يخصك أوكي غير شيء الأسئلة راح تكون واضحة وراح يكون توجيه خلوا بباقيكم سواء امتحانات نهائية أو نصفية أنه طلابي لتجاوبونهم وغير مسموح للمراقبين يجاوبونهم واضح أنا هذا الشيء أنطي علم للجنة الامتحانة يقول لهم خاف أصلا ممنوع على المراقبين كل شيء لا يوضحوا لهم أسئلة وماكو هو امتحان واضح لأن كل شيء دعا وضحها هنا أنا آني وكل شيء دعا ذكرها واضح والامتحان هو امتحان مو مو هو أنت عندك مثلا أساينمنت وتحتاج أنه تسأل الآخرين وتجاوب نكمل الشرع أشفتها لليمين إشطار عندي صار 7040 دعا تشوفون هذا الواحد ثمانين هنا هذه القيمة أربعين لأن هذه الأربع بيتات ثمانية بالهكسا هذه الأربع بيتات أربع بالهكسا دسمال واضح فهذا شنو سيركوليت ليفت أكيوميليتر عند إكيوميليتر أكيوميليتر عند إيفلاق واضح أحباي وأستمر راح أستمر بعد الأربعين شنو شي جيني 7020 أنكليمنت أكيوميليتر وأرجع وأذكركم شنو اللي دا نشوف بهذه الانستركشن الرفرنس كلها دا نشوف ريجستر الأكيوميليتر التأثيرات اللي دا صير الأوبرايشن اللي صير هي فقط على الأكيوميليتر وعلى الإيفلاق لذلك نسميها ريجستر الرفرنس اللي بعده 7010 Escape Next Instruction If Accumulator Is Positive طيب اللي بعده Escape Accumulator Escape Next Instruction If Accumulator Is Negative هذا 7008 اللي بعده 7004 Escape Next Instruction If Accumulator Is Zero 7002 Escape Accumulator Escape Next Instruction If E Flag Is Zero وآخر Instruction 7001 Halt Computer Hlt Halt Halt معناها طفل حاسبة معناها دائما هذا الhalt نخلي لما يكون عندي البرنامج يكمل كمل كل البرامج هسه انت ما عندك شغل بالحاسبة اجيت اشتغاليت وكملت كل شغل وراها شي تسوي تروح Shutdown فهذا الاعاس هو اطفاء للحاسبة لان احنا نعرف الحاسبة لازم يصير عملية اطفاءها بشكل صحيح مو بشكل خاطر طيب هسه العامل المشترك بهذه اللي اخذناها لحد الان انه كل على من الصير احسنتم مبارك الله بكم منتبهين كل العمليات تصير على الاكيوميليتر وال ايفلا هسه خلي نشوف الرجسترز خلي نشوف الرفرنس الاخرى الرجستر الرفرنس خلي نشوف الرفرنس انستركشن الجاية شنوة الانستركشن الجاية هي بالاعتماد على شنو وتأثيراتها على شنو على الرجستر على الميموري على الانبوت اوتبوت اوكي فهذه ال الاوبرايشن اللي اخذناها الاثناش اوبرايشن اللي تبدو كلها بسبعة هذي كانت ريجستر ريفرنس ليش سميناها ريجستر ريفرنس لانتعتمد على الاكيوميليتر وال الافلاق طيب هسا رح ناخذ الكمبيوتر انستركشن اللي يكون الاوب كود بواحد واحد واحد اللي هو سبعة والاي بت هو واحد فكلهم ذولة شي صرون من ادمجهم اف ف الايو انستركشن كلها تبدي باف مثل ما ذكرت قبل شوية طبعا تبدي تبدي اول ارجع و اقول انستركشن ريجستر من بت زيرو البت الفين ذولة كما هو اول ما اجي اباوعاني من اريد احدد يا انستركشن اباوع البت 12 البت 14 اذا شفت من صفر الستة فاقول هذا ميموري وميموري دايركت او ان دايركت يحدد الاي بت او المود او بعبارة اخرى المود بت طيب اذا كان سبعة مثل هذه الحالة راح اش راح اقول راح اقول هو اما رجستر رفرانس انستركشن اما رجستر رفرانس او هو ايو رفرانس منو يحدده يحدده اعبر للاي بت اللي هو البيت 15 فاذا كان صفر رجستر رفرانس مثل ما اخذنا قبل شوية واذا كان الاي بت واحد فهو معنا ايو رفرانس انستركشن بالايو رفرانس انستركشن الايو رفرانس انستركشن تبدي بالأف ثمانمية وتنتهي بالأف اربعين لاحظوا اف ثمانمية الى اربعين اذا الرينج مال الايو رفرانس انستركشن مثل ما نشوف هنا من الاف ثمانمية الى اف اربعين خلي نشوف شنو هذي الانستركشن وشلون مورس مانو بناها طبعا احنا هذا كل الايو انستركشن تبدي بالأف مثل ما كل الريجستر رفرانس تبدي بالسبعة كل الايو انستركشن تبدي بالأف طيب راح اجي لهذا البت نفس الحالة اللي اتبعها مورس مانو ويا الريجستر رفرانس راح ياخذ الواحد يعتبر الواحد هو الواحد ويشفته بذول الاثناش بت يشفته من اقصى اليسار لليمين مرتبة مرتبة بس هنا بالايو بالأمبوت ما راح يستخدم كل البتات يعني احنا نشوف نشوف طبعا بال نشوف انه في الريجستر رفرانس كل البتات هذا الواحد اذا عدت رجعون نشوفون كل هسه نرجع بالريجستر رفرانس باعوا لي بالريجستر رفرانس أريد أرجع لكم للريجستر رفرانس حتى تشوفون هذا Bar كل شعة سريع راح امشي باعوا لي بالرجستر رفرنس أريدكم يشوفون راح يمشي على السريع راح تشوفون الواحد راح تشوفون الواحد ينتقل من هذا الحد ما يوصل اللي هنا يعني 12 انتقال راح يصير عنده 11 انتقال بالحقيقة انتقال 3 4 5 6 7 8 9 10 11 انتقال باعوا لي على السريع باعوا الواحد ويننتقل باعوا باعوا وين صار وصل اللي هنا أنا الحد ما وصل اللي هنا أنا الواحد الحد ما وصل اللي هنا عفوا اضغط على escape الحد ما وصل اللي هنا بدأ مننا نظل ينتقل مننا اللي هنا اللي هنا اللي هنا اللي هنا اللي هنا الهذا البت الهذا 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 واخر شي اللي هنا اخذ كل البتات الواحد يتغير به لكن هنا بالIo Reference ما راح يمر بكل هذه التغييرات شوفوا وين راح يوقف أول شيء F800 هذا Unput Character to Accumulator يعني من المخيط الخارجي يعني مثل Keyboard راح يدخل المعلومات للأكيوملات F400 لاحظوا الواحد انتقل منه اللي هنا هذه اللي هنا أخذ قيمتها بالهكسة أربعة هذه وهذا صفر وهذا صفر فأربعمية Output Character from Accumulator للمحيط الخارجي مثل شاشة عرض أو المدخل آخر واضح طيب هس وراء الأربعمية اشتار ميتين Escape on Unput Flag وراء مية هذا شنو Escape on Output Flag وراء ثمانين F80 F080 Interrupt on وراء لاحظوا الواحد دي الشفت منه اللي هنا بس أكو هنا عذرا يعني صحير أكو وهذا أيضا zero حتى لا يصير خلل أوكي هسا نرجع من البداية هذا الرينج الخاص ب الرينج الخاص ب ال Unput Output F800 إلى F40 بديت F800 F400 F200 F100 F80 وراء المية يفترض F40 و لاحظوا انتهت عندي الكودات الخاصة بالآيوليش لأن هناك قيلة تاني يبدون بالF800 وينتهون بالF40 ما قلت وراء الF40 لاحظوا منوصلت للF40 أحبائي بالميموري ما أخذت كود مثل F20 F10 F8 F4 F2 F1 اللي هو نفس ما كان عندي بالرجستر رفرنس لين يسأل سالي يقول ليش لين بالحقيقة المورس مانو اكتفى بهذه الانستراكشن بالنسبة للUnput Output طبعا أكيد هسا الUnput Output إذا نتكلم عن الحاسبات الحالية الUnput Output بها انستراكشن كل شو بس مورس مانو في زمنه قال هذه الانستراكشن كل شو هوات وطبعا هو نرجع ونقول مورس مانو هو الأساس اللي ننطلق من عندها يعني نشوف الأفكار اللي يفكر بها مورس مانو ونشوف الأفكار اللي ينطلق من عندها مورس مانو ونشوف الأفكار اللي ممكن نبني عليها احنا فيما بعد أفكار أخرى أو اللي الشركات بالحقيقة بنت أفكار وطورت المبادئ طيب انستراكشن كومبليت نس حتى أنا أقول عندي instruction حتى أبني أي برنامج أي برنامج أقدر أشتغل بالحاسبة لازم تكون عندي instruction متكاملة مبدئيا لازم يكون عندي arithmetic و logic و shift instruction arithmetic ممكن يكون عندي addition, subtraction multiplication, division logical ممكن يكون عندي and, or, not, xor xnor, none and, كل هذه العمليات shift ممكن يكون عندي shift right, shift left, arithmetic shift right arithmetic shift left, circulate right, circulate left كل هذه الأمور كذلك لازم يكون عندي instruction كافية للترانسفير مثل أنقل محتويات من محتويات مثلا load accumulator to accumulator store from accumulator هذه الأمور لازم يكون عندي كذلك لازم يكون عندي instruction تخص عملية program counter لأنني أعرف البروغرام هو set of instructions مجموعة من الانستركشن أبدأ بانستركشن وأنتهي لازم لازم عندي program يحدد لخطوة البرنامج كل code شقد أني أتحرك حتى أجيب الكود اللي بعده أوكي مثل عدي branch and conditional branch and save return address increment and skip if zero skip if accumulator is positive skip if accumulator is negative skip if accumulator is zero skip if if flag is zero وغيرها كل هذه بعد لازم عندي input and output instructions input character output character skip if مثلا input flag is zero skip if output flag is zero يعني interrupt on interrupt off وغيرها غيرها من الانستركشن كل هذه انستركشن أنا أحتاج شيء انستركشن يالله حتى أقدر أنفذ كل عملية شوفوا لازم عندي circuits دائرة شوفوا هذه الدائرة اللي تخص إذا ذكروها الارثماتيك اللي هاي بها عمليات الارثماتيك رجعوا للمحاضرة السابقة واللي قبلها عمليات الارثماتيك operation اللي قدرنا نجيزها الaddition subtraction الترانسفير الكمبيمان كذلك لازم عندي العمليات logic and or x or not هذه عمليات أساسية حتى أجرع أي عملية حتى أحل أي عملية منطقية لازم عندي هاي اللوجيك operations الأساسية حتى أجرع أي عملية آرثماتيك شوف أنت ذا عندك عملية addition وعندك عملية subtraction تقدر عملية multiplication تحققها تقدر عملية division تحققها ليش لأنني لما أقول أربعة في اثنين شنو معنى أربعة في اثنين معناها اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين تمام تمام لمون تمام إذن multiplication هو عبارة عن شنو هو عملية جمع متكرر division لما أقول مثلا سبعة تقسيم اثنين سبعة تقسيم اثنين ثلاثة ويبقى واحد هذه العملية كيف أجريها أنا أقول السبعة تقسيم اثنين أقدر أقول هي عبارة عن ستة هي عبارة عن سبعة ناقص اثنين ناقص اثنين أوكي ناقص اثنين مثلا يعني أضال أجل عملية بالحقيقة shift وعملية subtraction وعملية subtraction لما أقول سبعة تقسيم اثنين ثلاثة واحد بالعشرة فأني مثلا أجري عملية shift لما يكون عندي سبعة أجري عملية shift right رح تكون قسمة على اثنين وأنا قصها واحد رح تكون عملية تبطيني الناتج المرات تبطيني الناتج الصحيح طبعا أجري إذا كان العدد بمو صحيح بباقي رح تكون عندي أحيانا مشكلة لازم يكون عندي مرات أشيك طبعا هذا أيضا في دائرة division والدائرة multiplication مثل دائرة البوذ multiplier هذه في مراحل متقدمة هذه نشوف ها شلون نجريها بس مثلا لما يكون عندك ثمانية تجري لها shift right ش صير عندك لما هي 1 0 0 0 لما shift right تصير عندك 0 1 0 0 هي عبارة عن اش قصرت 4 طيب لما يكون عندك اثنين اضربها باثنين لما هو 0 1 0 لما نقطيها shift left راح اصير واني اذا اقرأ من list للموست راح اصير 0 0 1 اللي هي 4 واضح اذن multiplication بالحقيقة هو عبارة لما اقول اربعة اربعة في اثنين معناها اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين ولما اقول اربعة تقسيم اثنين اوكي معناها اربعة بالحقيقة راح تمنعدها اثني اشتق Hafif مقабот اثنين اوكي بالحق لما اقول مثلا ستة تقسيم ثلاثة ستة تقسيم ثلاثة اثنين هي ستة ناقص ثلاثة لكن خلوا ببعضكم الدفجين شوية مو عملية مو مثل الملتبليكيشن الملتبليكيشن هو جمع متكرر بحت الدفجين لأ يحتاج لأجسمنت يحتاج لبعض التطبيطات طيب الانستراكشن كومبليتنس الحلو بيها شو تقول لك تقول لك مثل احنا عدنا بالبيسك كومبيوتر انتو شفتوا هالسبل الانستراكشن اللي اخذناها اخذنا اخذنا سابوتراك بس ما اخذنا ملتبليكيشن ما اخذنا ديفيجن اوكي فيقلك الانستراكشن كومبليتنس كون انت عندك انستراكشن اساسية هذا الانستراكشن الاساسية اي انستراكشن اخرى تقدر تبنيها يعني انا هسا قلت لكم مثلا 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 احنا شفنا بالسيركت اللي صممناها ما شفنا ملتبليكيشن بس اقدر اضيف دائرة اضافية اوكي مثلا لما اقول اربعة في اثنين اقدر اخلي الدائرة اوكي اخلي بيها الاثنين اوكي واخلي الاثنين متخلين واجمعهم مرتين يعني اثنين زائد اثنين راح يطني اربعة اوكي زائد اثنين ستة زائد اثنين ثمانية اقدر اخلي كاونتر يجرع عملية الادشن للاثنين ويا الاثنين اربع مرات اوكي فاقدر احلها معناها بسوفتوير ببرنامج فهذا معناه الانستركشن كومبليتنس الانستركشن اللي ما موجود عدك هاردويريا اعيد الكلمة الانستركشن اللي ما موجود عدك هاردويريا كون انت عندك انستركشن كافية تبنيه سوفتويريا هذي معناه كلمة انستركشن كومبليتنس طبعا يقول احنا مرات ليش ما نسوي كل الانستركشن هسا ليش تتو ما تقولون اي هسا اه مور اسمانو دخل المالتبليكيشن والدفجن راح اقول لك المالتبليكيشن والدفجن ان شاء الله يكون انها حلقة ونتكلم اتكلم منكم عن البوث مالتبلاير راح نشوف المالتبليكيشن والدفجن عملية كلش معقدة السيركت الخاصة بيها سيركت كلش شبيرة ومو سيركت هينة فمرات اني الجأ اشتغلها سوفتوير افضل ما الجأ اشتغلها هاردوير تفهمون شون يعني هسا انت اشبه اشبه خلينا نقول مثلا مثلا اطيكم فد مثال كلش كلش بسيط مثلا لو فكرنا احنا فد شي ابسط مثل هذا من حياتنا اليومية الحلق انت تروح للحلق مقابل مبلغ بسيط مثلا تحلق تمام لكن لو فكرت تبني روبوت يحلق لك فكر لي اشقد يحتاج روبوت حتى يحلق لك اشقد ياخذ هذا المبلغ اشقد انا احتاج روبوت ابني روبوت كنت تبني شركة متقدمة هذه الشركة المتقدمة كنت تعرف كنت تغذي الروبوت ببرامج ذكية يعرف هذا البرنامج كيف قصات الشعر احدث قصات الشعر اللي يصير يعرف ارتفاع الشعر يعرف كون هو من يجي ياخذ يقص الشعر يعرف انه احنا نشوف مثلا الحلاقين احيانا مثلا الشعر يتعاملون وياكل شعر بشكل مختلف يقول لك مرات نسمع الحلاقين يقول لك والله هذا شعري رأسا مجرد ما قصيت هذا المكان فجأة كل الشعر اختفر وكأنه هذا المكان كان مغطي ويرجع هو يدارك وهذه مسألة الخبرة يرجع لها عامل مهم فهنا المثل اللي داء اقول لكم يا بال انستركشن كومبليت نس تماما تماما بالقياس مع الفارق يشبه مثل الحلاق لما انت تجي ويا بالك وتقول والله ليش اروح الحلاق خليني اروح اشتري روبوت يحلق اوكي وتوقعوا لو وصلنا المرحلة انه اكو روبوت يحلق لا تصورون روبوت اللي يحلق راح يكون سعره فيزابول ما راح يكون متناوليات ممكن يكون روبوت يحلق ممكن اناس يشتروا روبوت متحلق يتقن عمل الحلاق بس كروبوت كتكلفة راح تكون غالية بس كحلاقة ممكن راح يكون كسعر برق ليش لان دائما نفكر اكو شغلات من ابنيها هارد وير تكون كلش مكلفة فهنانا ما عرف انا اتمنى ان اكون وفقت بهذا المثل مع القياس بالفارق لكن فيما يخص موضوع الكمبيوتر اكيتكتشر ليش ما مورس ما انا فكر يبني دائرة الدفجن والمالتبليكيشن كهارد وير ما افكر لان كان يفكر انه هذي الدوائر دوائر تطلب تكلفة عالية وتطلب تصميم معقد فهو قال انا بدل ما الجأ للمالتبليكيشن وابني دائرة مادام انا عندي المالتبليكيشن انا اقدر من الادشن ابني المالتبليكيشن ليش لان الجمع مثل ما اخذناه ونعرفه انه عملية الضرب هي جمع متكرر اشقد انت مضروب ومضروب فيه اشقد المضروب تريده بالمضروب فيه انت كل اللي يسوي تجمع المضروب بعدد مرات المضروب فيه وينتهي العملية اوكي هذا فهذه المسألة المهمة بالكومبليتنس انستركشن كومبليتنس معناها انه العمليات كهاردويريا مكلفة او صعبة انجزها او احيانا تستجد كثير من الامور احنا تستجد عندنا هاردويريا اخو احنا مو بس الديفجن والمضروب هواي عمليات عندنا فلازم اكون انا افكر عندي انستركشن اقدر ابرمجها واقدر بالبرمجة اشتغلها طيب التايمين انت كونترول هذا كلش كلش الموضوع المهم هذا راح يطينا تصور عنك شنو اللي راح يصير عندنا وشلون تتنفذ العمليات اول ما ادي بالتايمين انت كونترول اكد على مسألة مهمة انه انا طبعا اكدت عليها مسبقا انه 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 السيستيم عنده جنريتر اكفة جنريتر يولدلي مادام مشتغل الكمبيوتر هو مشتغل وبسرعة معينة مثلا لما نقول احنا هسا مثلا سرعة الكمبيوتر تسأل زميلة يقول لك 2.5 جيجا هيرتز واضح 3.1 جيجا هيرتز تيربو مثلا واضح هذا معناه 2.5 مليون معالجة تصير بالثانية واضح هذه كلها تشتغل وتروح تتفيد تتغذى على كل الرجسترات لكن الرجسترات تذكرون وشفناها بالمختبر الرجستر ما تتحدث المعلومات الا انطيس signal اللي هي تذكرون مثلا بالرجستر لود بالميموري مثلا read او write واضح طيب احنا عدنا بالتايمين انت كونترول عدنا اقراركم يا there are 2 ميجر تايب of كونترول ارغانيز هارد وايرد كونترول and مايكرو بروغرام كونترول in the hardwired organization the control logic is implemented with gates flip-flops decoders and other digital circuits it has the advantage that it can be optimized to produce a fast mode of operation واضح يقول احنا عدنا نوعين من منظومات التحكم عدنا ال hardwired control ال hardwired معناها انه انا اصممها تصميم واحد انا عندي مثلا ميموري اتحرك عليها عندي مثلا sequence counter ذول اصممهم hardware بحث الهل تصميم مايقبل تعديل عالية فاحتاج gates logic gates احتاج flip-flops احتاج decoders احتاج مكونات digital اخرى اوكي الحلو بهالش الشغلة تلاحظون هذا يقول it has the advantage that it can be optimized to produce a fast mode of operation لان اشتغل هاردويريا راح اقدر اجري علي عملية optimization يعني اجري علي عملية اقل عدد ممكن من ال gate اسرع وقت للتنفيذ وهي امور اخرى من امور optimization طبعا من نقول optimization معناها ممكن نقلل عدد الهاردوير الاقل ما يمكن ممكن نزيد السرعة الا اكثر ما يمكن ومن هلك خبير لكن in the in the micro programed لاحظ وين in the microprogrammed organization اذا احنا عدنا ال timing و control to organization hardwired وال microprogrammed المicroprogrammed the control information is stored in a control memory اذا انا راح عملية ال control التم من خلال برنامج ينخز ب ذاكرة التحكم ذاكرة السيطرة the control memory is a program to initiate the required sequence of micro operations هاي ال control memory هي اللي راح تبدي لي تقول لي يا micro operation نبدي ها a hardwired control as the name implies hardwired control اللي يعتمد على hardware على hardware يعني مو على برنامج مثل ما الاسم يشير إلي requires change in the wiring among the various components of the design if the design has to be modified or changed الhardwired راح يطلب من عندي أن أجري تغييرات على الديزاين نفسه هاردويريا يعني بعبارة أخرى أنت راح تتعامل ويا board مثلا مثل الboard اللي أخذت مثلا المين board اللي أخذت بمختبر الإلكترونيك وتوصيلات مقاومات مثلا مثلا logic gates wires leads actuator معروف شنو شغلات أخرى كلها أنت راح تتعامل ويا شغلات هاردويريا أما بال micro program in the micro program لاحظوا control any required changes or modifications can be done by updating the micro program in control memory يقول بينما بال micro program أنا من أريد أجر تغيير هو software برنامج أطب أعدل علي أشبه لكم هالمثل اليوم احنا تسمعون بال اكبوردات اشتهرت للهوات بالحقيقة هي أشبه بالناس الألعاب هي تعتبر ألعاب بالحقيقة للناس الهوات اللي يعدهم عقول المتفتحة وقعدهم قدرة للبرمجة هذه البوردات اللي هي الأردوينو هذا الأردوينو تشتري كيت هو بـ 15 ألف مثال بـ 20 ألف حسب طبعا هو دا ينزل سنويا خلينا نقول تشتري كيت يعني سعر بحدود الـ 40 ألف ما يتجاوز هذا أي شخص ممكن عندها المبلغ يقدر يشتري واللي هو فيزابول متوفر وعلى الحاسبة وبرنامج C++ وتنزل التطبيق الخاص بالأردوينو من الشركة مجانية كلها مجانية وتربط الأردوينو على الحاسبة بالـ USB وتغذي 5 فولت ويا أيضا تجي سنسرات سنسر للحرارة سنسر مثلا يجي ويا بزر يعني جرس تجي ويا شغلات تقدر تبرمج أي شغلة أي شغلة تريد يعني شغلات طبعا أرجع وأقول هوات مثلا إذا فتحت الباب خليلي خليلي مثلا جرس يدوك مثلا إذا صار حريق أو بي سنسر للحريق يصير حريق من يوصل سنسر الحرارة يتحسس الحريق خليلي مثلا مرشة سولينويد يعني صمام مال مائي ينفتح كلها من هالأفكار وهالقبيل فهذا برنامج أنت تغيره تنصب هال تنصب هال كونترول اللي تريده تبرمج ال كونترول اللي تريده اشتغلت كملت تريد تنصب كونترول جديد تغيره هذا طبعا مجرد أنا أضرب أمثلة وأرجع وأقول القياس بالفارق يعني هذه الأمثلة أنا مجرد أقرب لكم الصورة مو بالضرورة أن يكون المثال مئة بالمئة صحيح لكن هو هدفي تقريب الصورة من جيت استذكرت مثل الحلاق هو مثل لأن احنا نعرف الحلاقة من الأمور الدارجة عندنا فمثلا نحتاج الحلاقة احنا مثلا بالشهر مرتين ممكن أكثر أو أقل حسب طبيعة وكثافة الشعر هذا الشي خليته كمثل أقول ممكن أحتاج أنا روبوت ليش ماكو روبوت للحلاق ليش لحد الآن اللي مش قد تطور ماكو روبوت حلاق لأن تكلفت غالية يعني أنت إذا تحسب التكلفة اللي تنطيها للحلاق سنويا تضربها خلي نقول معدل الحياة اللي تصير للشخص معدل حياة الإنسان ما راح تلقاها لا شي مما أنت لو تروح تشتري روبوت حلاق أو تكلف شركة تصمم لك روبوت حلاقة توقعوا ممكن روبوت حلاقة ممكن لا تستقربون إذا قلت لكم روبوت الحلاقة يكلفنا عشرات آلاف الدولارات عملية ليست عملية سهلة أبد لا تتوقعوها لا تتوقعوها عملية سهلة واضح؟ فإن شاء الله هذه الأمثلة هي للتقريب وإن شاء الله توضح لكم الصورة طيب بالتايمينك عند كونترول الخاصة بالبيسيك كومبيوتر هذه لازم أيضا تكونون على معرفة تامة بيها على الدزاين اللي أمامكم هذا هو لازم أنتوا فاهمينه إذا أطلب من عندكم كون أنتوا تعرفونه هذا كأبستراكت لفول يعني هذا بشكل المختصر عندي إنستراكشن ريجستر هذا اللي نشوفه إنستراكشن ريجستر إنستراكشن ريجستر جزء من بتاتة اللي هي من الصفر للبيت زيرو البت إلافن يروح لل كونترول لوجيك وطبعا إن شاء الله راح نعرف محتويات ال كونترول لوجيك وإن شاء الله راح بالمختبر إن شاء الله بالتجارب القادمة راح نشوف كيف إحنا نقدر إنستراكشن اللي هاي الكلمة اللي أرجع وإعيدها دائما نريد نشوف كيف مجموعة بتات ستريم أوف بت على ضواء هنختار أوبريشن من بت 12 إلى بت 14 راح يحدد نوع الأوبريشن وبت 15 راح يكون للإفلاق اللي اسمه آي طبعا الكونترول لوجيك يدخل لها تايمينج التايمينج حتى أحقق راح أحتاج سيكوانس كاونتر أربع بتات الأربع بتات راح صير عد 22 أس أربعة 16 فراح يكون عندي التايمينج من T0 إلى T15 طبعا ندخل الأربع أدخلهم على ديكودر الدكودر يدخل لها بت N بت ويخرج من عند 2 أس N فأدخل لهذا 2 أدخل أربعة 2 أس أربعة يخرج من عند 16 فيكون عندي إذا تلاحظون من T نوت إلى T 15 وهنا عندي اللي هو لل CPU راح يقول له شي يسوي إذن يتكون التايمينج عن كونترول لل بيسك كومبيوتر تتكون من تتكون من 3 by 8 ديكودر هذا 3 ب 8 ديكودر تتكون من 4 ب 16 ديكودر هذا 4 ب 16 ويتكون من 4 bit sequence counter هذا 4 bit sequence control وال control logic gates هذه control logic gates هذه المسألة كلش كلش مهمة مطالب من عند كم هذا الغراف مطالب من عند شرحت هنا مكونات ومطالب من عند كم انه تعرفون هذا الغراف ممكن يجيكم علق على timing and control الخاص بال basic computer انت ممكن في دماغك تستذكر infrastructure register عندك decoder 1 3 8 1 4 16 وعند sequence counter وعند control logic تفكر انه sequence control يفيذ ال 4 16 decoder ال 4 16 راح يولد لي timing من T note T 16 اتفكر بال 3 ب 8 decoder هو ياخذ opcode ويدخله control ويدخل logic ويدخل وتفكر بال i bit راح احتاج اذا كان opcode من 06 راح يكون اسمه mod bit لان الميموري direct او indirect واذا كان opcode 7 فهو معناه اما register reference instruction او IO reference instruction اعتمادا على الا i bit طبعا هاي الD note انا حبيت اشوف كم الD note عفوا الD decoder هذا اللي هو اذا كان من 0 لل6 راح تكون memory reference instruction فعندي الD note هي اتمثل الان الاد D1 يصير اسمها load memory word to accumulator يصير اسمها D2 store content of accumulator in memory يصير D3 والbranch unconditional D4 branch and save return address هو D5 وD6 هو increment and escape F0 ان شاء الله الhome work الرابع الرفع على classroom ارجع واذكر كم بالمصدر وجزء القراءة كلش كلش مهم اعزائي تكون chapter 5 مصادر ممكن صور اللي استخدمتها او بعض المعلومات هي تكون من online من من online بعضها ما محدد لها reference لذلك ما كان عندي انو اشير للreference اي instruction راح يكون عدكم command section مفتوح اتمنى بالنسبة الطلابي الشي اللي معرفته تركو بال instruction عفوا بال command وايضا الطلاب تعرف شي متأكد جاوب هذا كله انا بعدين تعرفون اكيد انا الطلابي يدرون انو دائما اقول احسنتم على التعليق فلان احسنت على التعليق فلان احسنت عن الاجابة هذا الشي كلش كلش عنصح بيك لان انت ممكن هذا التعليق ببالة هذا السؤال راح يلقى السؤال راح يلقى الجواب راح يقول رحم الله والديك فلان انت خليت هيش سؤال يدور بذهني ورحم الله والديك فلان انت جاوبت هيش السؤال عرفت هسا انا هذا السؤال انا اعتبرها صدقة جارية المحاضرات فانت ايضا خلي يكون اليك جزء بهذه الصدقة الجارية اطرح اسئلة وانت اللي تعرف جاوب حتى تكون هذه لان هذه المحاضرات ان شاء الله باقية يعني باقية جزء ما اعرف احنا اعمارنا بيد الله ممكن نموت وباقية هذه باقية هي عبارة عن علم متجدد يعني هو العلوم الاساسيات باقية شما يتجدد يبقى العلوم تبقى المفاهيم الاساسية اساسية فانصحكم جدا حتى تكون صادقة جارية كذلك اقول لكم بشغلة كل مهمة دائما تابعوا الاساسيات دائما من تطلع الشرح معين من شروحاتي ارجع للوصف جوز هو مطول انت اقرأ على السريع ممكن اكو ملاحظة مهمة فات شي انا منوح عليه ارجع له ممكن انا خطان في موضوع معين ارجع اكد عليه ارجع اصححه بالدسكريبشن بوكس ليش لا جلما لا يخطأ احنا بشر بالنهاية نخطأ معرضين لكل شي مهما نحاول نكون مثاليين مهما نكون مجدين راح ممكن اكو هفوات عندنا ارجع اذكر كم اللي ما مشتركين بالقناة يشتركون بالقناة هذه القناة هي احمد الحسيني بها قوائم تشغيل كلش متنوعة لكن احنا فيما يخص الكمبيوتر اركيتكتر خلوا ببقكم هذه محاضرات الكمبيوتر اركيتكتر للفصل الدراسي الاول كلها موجودة هس هذه المحاضرة ان شاء الله انتم بالوقت اللي يشاهدون هذه القائمة اللي هي كومبيوتر اركيتكتر وان اللي هي هذي ويا راح تكون محدثة ممكن بالمنهج كاملا بالوقت اللي يشاهدون اللي يكون هو مغاير لهذا التوقيت او ممكن اكيد بالوقت اللي يشاهدون هذه المحاضرة انه هذه المحاضرة هي موجودة هنا كذلك انصحكم بالمختبر مختبر بكل امور تطبيقية شوفنا شون اللي يصير و بال هذا هو البرنامج اللي نستخدم المختبر كلش كلش المختبر المعمارية ويفيدك ايضا ممكن المشروع التخرج ويفيدك ايضا بالحياة العملية ممكن يفيدك تكتب بايبر كلش يفيدك مفيد انصحكم تطلعون علي وشوفونا حتى نلتقي ان شاء الله في حلقة اخرى وموضوع اخر جديد ان شاء الله دمتم احبائي في رعاية الله وحفظه